يا مساء الفلع كل يا مساء الورد بالطول وبالعرض وبين السماء والأرض وحشتونا 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 أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من برنامجكم الإنسان والعلم هنتعلم معلومة جديدة ونجربها في حياتنا ولو مفيدة هنعملها ولو مضرها هنبعد عنها طيب انت مين يا عام الحج انت؟ أنا رجل على باب الله اسم شريف الزايد باحث علمي ومقلف كتاب في تبسيط المعلومة يبقى احنا كده هنقول معلومة ونبسطها طب دورك انت بقى ايه؟ هتجربها ولو نفعت معاك قديك استفدت بيها الحاجة التانية بقى لو صورتها لنا فيديو وتمام هنعرضها في الحلقات القادمة اتفقنا؟ اتفقنا طيب نبدأ حلقت ده بقى بسم الله وقبل ما نبدأ بقى كده عاوزين منك خمسين تشاي كده صغيرة ويلا بينا احنا عايزين نقول ايه في الحلقة بتاعبنا بسم الله البحرية البريطانية وهي ماشية كده خافت من الصوماليين والقرسنة الصوماليين لينقضوا عليها وياخدوها وراح يتعمل ايه؟ رح يتضربه صوت جامل جدا الجماعة كرسنة خافه وجريه قال لا وانت ايه ده؟ هنقول ايه ده دلوقتي طيب الجماعة بقى في جوانتنامو لما يحب يعزموا يعزبوا المساجين في جوانتنامو في سجن الامريكي الموجود في جوانتنامو بيجيبوا المساجين ويسمعهم صوت بيبقى عذاب بالنسبة له يا عم انت عاوز تتكلم على ايه؟ ما تريحنا بقى؟ واحدة واحدة الأطباء عادات الأطباء بالأخص أطباء الأسنان وبعض عادات الجلدية وساعات برضه في غرفة العمليات بيعملوها ما تريحنا بقى يا عم شريف ثانية واحدة في الكورونا المتش لما ييجي تلعب من غير جمهور هل اللعيبة بتبقى اكتف كده؟ وعندها بوروا طب وايه؟ الجمهور بيجي يعمل ايه؟ يعني وجود الجمهور بيدي ايه للعيبة؟ طيب نقول بقى عشان يعني ايه؟ ما نطولش عليكم احنا عازين نقول ايه؟ الامام الغزالي ابو حامد الغزالي في كتاب بتاعه اسمه احياء علوم الدين الراجل دي قالك ايه؟ من لم يحركه الربيعة والأزهار والعودة والأوطار فإنه فاسد المزاج وليس له علاج طب احنا بقى عازين نتكلم بقى على ايه؟ عازين نتكلم على الموسيقى وموضوع حلقتنا على ايه؟ الموسيقى بين الضرر والضرورة قال لي يا الموسيقى يعني بتنفع ده في كل مجالات الحياة مستخدمة وهنشوف دلوقتي مع بعضين مستخدمة ازاي؟ طب هي ليها ضرر؟ اه ليها ضرر ده ليها ضرر مميت وهنقول ابحاس وهنقول حاجات زي كده ده بالنسبة لي حلقتنا الموسيقى طيب هي ايه الموسيقى بقى؟ احنا بناخد الموضوع فكرة البرنامج اسمه الانسان والعلم يا رب هدفنا يوصل ليكو؟ احنا هنقول معلومة وانبسطها بتخصصان طب وبعد ما نقولها وانبسطها هيبقى بس دورك انت في البيت بقى اجربها وتطبقها في حياتك العملية مقاس صعبة تواجد المعلومات موجود في ايه حتة الوقت والانترنت انها بقى الفهم بتاعها وان انت تقدر تدركها وتجربها وتطلع بحاجة هو ده الجديد والمفروض يبقى هو ده التعليم طيب ما تقول لنا يا عم بقى الموسيقى بقى ايه؟ كتعريف علمي يعني هي شوية اوساط اصوات هنولفها مع بعض بحس تديني حاجة تطيب لها الازن الازن تبقى تطيب لها تحب تسمعها ده ببساطة يعني ايه؟ موسيقى طيب هي الموسيقى آلة بس يعني الموسيقى تطلع من آلة؟ لا تطلع من آلة وتطلع كمان من الصوت الحنجرة اللي بني آدم نفسه اي حنجرة يعني اي صوت هيصدر يا ام من آلة او يصدر مصدر من حنجرة احنا اللي اتنين دول بنسميهم ايه؟ ده تعريف الموسيقى طيب يعني انت كده قلت صوت؟ طيب حابب بس اكلمك عن الموسيقى شوف الناس قالوا عليها ايه؟ يعني شعر جبرار جبران خليل جبران قال ايه؟ هي لغة النفوس وبتغير الانسان من حال لحال طيب قالوا عليها برضو ايه؟ اذا كان الكلام ده لغة العقل يعني الكلام اللي انا بتكلمه انت بتفهمه عشان هو لغة العقل عما اللي الموسيقى ده ايه لغة ايه بقى؟ ده لغة الوجدان والشعور ولغة الشعوب كلها الشعوب بتفهمها وهنسبت ده عشان فيه تجربة مصرية وتعملت في مدرسة حكومية وعملوها ناس اداريين وثابتوا الكلام ده هنيجي للوقت طيب ماريني بقى قال ايه؟ اوصينا عندها الموسيقى غزاء الروح طيب الموسيقى افلاطون قال ايه عنها بقى؟ افلاطون لما جي تعلم في مصر قال علموا اولادكم الفنون ثم بعد ذلك اغلقوا السجون الموسيقى فنون وقال عليها برضو ايه بقى؟ قال والله ده مش علم كده معطوتها بقى كده لا ده علم ليه اصول هي يعني علم حط الحكماء لمنفعة النفس والروح والجسد وليست معمولة بقى للتلسلية او للهوى كده لا ده علم ليه اصول ده فيه ناس هتعالج بيه ده احنا لوقتي هنجيب نبات هيبقى كويس وصحيطة كويسة وهنشوف فيديوهات لكده تلاقي النبات بقى جميل لو سمعوا موسيقى هنجيب برضو بقرة هتضر اللبن بتاعها في الحلب بالموسيقى وهنشوف برضو بن قادم هتعمل معا ايه الموسيقى هتعالج الناس برضو هنحابب ناخد الموضوع واحدة واحدة كده علمي بس هنقوله ايه ببساطة كده انا عاوز يفهمني كل الناس تفهمني من اقل حد الاعلى حتى المتعلم هيفهم معنا وهيجرب معنا مرياو الكتابة طالما بتسمع وبتشوف كده دخلت لك المعلومة تتخصص نحن بقى طيب هو الصوت بقى اللي بيطلع بقى اللي انت قلت عليه سواء طلع من آلة موسيقية او طلع من حنجرة واحد صوت وجميل جميل كده يعني الصوت ده احنا بنسمعه ازاي او بنسمعه امتى الصوت ده الصوت ده لو من 20 هرتز لحد 20 الف هرتز الانسان يدرك في المنطقة دي من 20 هرتز ل20 الف هرتز يا عم ايه الهرتز ده بقى اكلمنا بقى ده هرتز زبزبة في الثانية يعني حاجة تطلع وتنزل كتب في الثانية درجة بنقيس بها الصوت يعني ده يقدر الانسان يسمع الصوت بها طيب الانسان بيبدأ يسمع الصوت امتى وهو في بطن امه يعني والدته تبقى حامل فيه في 14 شهر يعني الجنين في بطن الام حسة السمع بتبدأ معاه من 14 شهر لذلك ايه بقى لذلك الجنين بيسمع ضربات قلبه امامته ولو فيه موسيقى في المحيط اللي حواليه بيسمعها الكلام ده مهم جدا نحنعالج بيه حاجات ده تتأخر النطق احنا ممكن نعالجه يعني الطفل بيبتدي الكلام او يقول كلام من سنة مثلا سنة ونص سنتين تبفرض تتأخر بقى لو كانت سامع موسيقى وهو جنيم في بطن امه يعني اغنية بموسيقى انا لو شغلتها بتساعده ان هو يبقى سريع النطق يعني طيب ما تقول لنا بقى كده استخدامات بقى الموسيقى اللي انت عملت تتكلم عنها وتقول عنها دي ده ليها استخدامات رهيبة للنبات وللحيوان وللانسان طيب نشوف بقى كده استخدامها للنبات واكلمكوا كده بس نستأذي بقى كنترول يحضر لنا الموسيقى والنبات تفضل كنترول هدف محدد هنا هو منع انتشار الامراض في المحاصيل لذا يتم اسمعها للنباتات هذه هي الآلة الموسيقية التي تبث الموسيقى بين النباتات وهناك مكبر للصوت لذا قمنا بوضع الآلة في مكان مرتفع لبث الموسيقى في مساحة تعادل ثمانية آلاف متر الموسيقى انقذت محصول الكوسة من فيروس مجهول بحسب المزارع في غضون أسبوع واحد تراجعت نسبة المحاصيل التالفة من خمسين إلى عشرة في المئة الموسيقى لم تضي على الفيروس لكنها أوقفت انتشاره بفضل الموسيقى نحافظ على نوعية المحاصيل على الرغم من وجود الفيروس ما يؤمن لنا زيادة في الإنتاج للوصول إلى هذا الهدف لابد من تكبد ما يتراوح بين ألف وثلاثة ألاف يورو لتأمين المعدات اللازمة لتوزيع الموسيقى بين النباتات مئات المزارعين في فرنسا اليوم يسمعون الموسيقى للطماطم والخوخ والعنب هنا الأمر مختلف لهذه الموسيقى الهادئة شوفنا بقى الموسيقى بتعمل إيه النبات طيب ده بقى محتاج حد يعني عالم وبيعرفه ويكتب ده محتاج واحد زي حالتنا كده على باب الله فلاح هيجيب سماعتين ثلاثة كده ويحطوهم بس بشوات معلومات بسيطة كده ويجرب طيب ما جاهز تجيب معا نتيجة طيب ما قبل كده واحد ميكانيكي ما معوش ابتدية اسمه أحمد تورك مصري عمل مطور بيدور بالهوة مش لازم يعني العلم يبقى معكش أداء ممكن علم التجريبي يقدر أنا بقى ده أخد لك العلم اللي انت بتسميه كلكع أبسطولك تجرب انت بقى وبعت لنا أعمل حج فيديو ونقرده في الحلقات القادمة في البرنامج اللي هو الإنسان والعلم طيب بداية الموضوع ده تعرف إزاي ده واحد هندي اسمه دي بي غريالتي فتح الشباك بتاعه كده وبيسمع الميوزيك بتاعته فلاقى النبات اللي قدامه صحته جميلة وكويسة زي ما انت شوفك غير النبات اللي بعد كده الأرض البعيدة عنه ده قالك هي بتأثر فبدأ بقى منها العلم وديك شفت انت في فرنسا عملوا ايه وفي أوروبا تقريبا كلهم بيعملوا الحجال دي ده بالنسبة للموسيقى والنبات طيب هل الموسيقى بقى بتفيد الحيوان يعني فيه موسيقى كده تقدر تفيد الحيوان هقولك بس قبل ما نجيب الفيديو التاني الغزال من الصعب ان انت تسيطر عليه ان انت يعني تقوده كده يعني طب أنا عشان أقدر أقود الغزال بأعمل ايه طريق الحركة طب الجمل الجمل ده ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان فيه أنجشة كان بيقود الجمل ويخليه يجري بسرعة على الجمل بطيء بالإيه كان بيغنيله صوتي كده يعني فكان بيسرع الجمل طيب أوريكو فيديو بقى عجيب انتوا هتستعجبوا ليه اللي هو فيديو البقرة هتنزل اللبن بتاعها وهتزيد اللبن بتاعها لو سمعت موسيقى والكلام ده مطبق في أوروبا كلها وجميع بقى يعني مزارع المواشي كلها اللي بيحلبوا منها الألبان سواء أبكار أو جابوس يعني استعزب بقى كنترول يوررنا الفيديو التاني بتاع البقرة ودره للبن فضلكم الدرون بصوا يعني بس عشان نبين ادي يعني سيدة دي أزبانية وادي بقرة يوم موجود خلي بالكو بقى لما تيجي تعزف لها الميوزيك أنا يعني مسكة الجتار الجتار لما تيجي تعزف عليه بصوا بقى للبقرة كده واللبن بينزل لوحده هتلاقي حاجة بيضة كده هنقاسف لجودة الفيديو الأسف للوحيد اللي شفته أتمنى من ربنا يكون معنا حد في مصر يعمل حاجة زي كده ويجربها يجربها بس يفضل تكون من آلة موسيقية بلاش موبايل أو كاسيت يعني حد يعزف بآلة ومباشرطة بتبقى أقوى والطاقة اللي طالعة بتبقى أقوى الموسيقى بقى بالنسبة للإنسان بتأثر فيه تأثير رهيب جدا وأظن الناس كلها شايفة وعارفة بس مش التأثير المزاجي يعني أنا أقولك بقى على تأثيرات تانية زي إيه مثلا زي التعلم والتذكر بتفيد بقى إيه بقى الموسيقى في التعلم والتذكر الإنسان ليه فصي دماغ فصيني الدماغ دول بخليهم يشتغلوا مع بعض أوريكوا الصورة الأول عشان بس يبقى الكلام بسيط وأشرح لكم بعد كده أو أشرح لكم الصورة موجودة السعزي الكنترول يجب دينا الصورة أيوة الصورة هي الصورة دي فيه فصي دماغ الفص الأيمن والفص الأيصر الفص الأيمن ده بتاع بقى الجمال والإبداع والخيال والموسيقى والألوان ده الجزء المسؤول عن الإبداع الفص الأيصر ده بتاع بقى المنطق والحسابات والأرقام أجريسف شوية رقع دغر شوية لو الاتنين دول يشتغلوا مع بعض ده بيبقى قوي جدا وبيحفز الدماغ ولو شغلت نغمة بتردد بدرجة يعني ستين نغمة في الدقيقة بتخلي الجزئين أو الفصين دول يشتغلوا مع بعض ده بيزيد ايه بقى عملية التذكر والتعلم بيرفعها جامل جدا معايا يا جماعة ده بالنسبة للتعلم وشوفنا الفص الأيمن والأيصر نرجع بقى تاني كده مع بعض طيب هل في بقى تجربة مصرية حد اخد الحاجة ديت وراح جربها عافيه نقول أساميهم لأنهم فعلا يستهلوا التأدير والإحترام والتجربة فوق الممتازة تعال نقول الأول هي حصلت فيها التجربة دي اللي عملها الأول بقى أستاذة مي زايد عضو مجلس إدارة العجوزة التعلمية ودكتورة نهلة مطر دي أستاذ مساعد النظريات والتأليف في كلية التربية الموسيقية وهي مؤلفة لموسيقا كلاسيك ورقم ثلاثة في مصر ومعروفة عالميا مع أستاذة مزيكا اسمها داليا سند الجماعة دول عملوا إيه الجماعة دول راحوا لمدرسة اسمها طلعت حرب في البابة راحوا إيه بقى طبعا طبعا أدارة العجوزة التعلمية راحوا لمدرسة ابتدائي خادوا سنة تانية وسنة ربعة وسنة خمسة ثلاث صفوف دول وكل أسبوع هيسمعوهم حصة موسيقا حصة موسيقا كلاسيك الحصة دي هيسمعوها جابوا للاولاد ألوان وورق وقالوا لهم إيه الموسيقا بتحس بيكم وبتكلمكم انتو حسوا بيها وكلموها بس اللي هي اللي انتو حسينوا منها يعني رسموه كده ويعملوه بالألوان على الورق ده طب يا ترى سمعوا إيه هوريكو بس الأول أو أسمعكو الصوت هم سمعوا إيه وعلق لكو جابوا إيه من التجربة ديه وإيه اللي حصل بالعلم هو لما جربوه نستأذب بقى كنترول يسمعنا بقى إيه موسيقا أو مقطوعة شهر زاد بعد إذنك الأطفال دول ولا عمرهم سمعوا كلاسيك ولا حسوا بكلاسيك قبل كده يا ترى بقى الرسم اللي هم رسموه إيه لتانية وربعة وخمسة ابتدائي وكم حصة في الأسبوع وكل أسبوع حصة واحدة يعني قرروا الموضوع ده لا ويبقى لو الأطفال رسموا خطوط بتبين أن شكل بحر طب هم قارفوا منين أن المقطوعة دي اتعملت في الرحلة بتاعت السندبات لما كان رحلة بحرية وصلت منين الموضوع ده طبعا دي حاجة بقى يعني عشان نقول نفسرها يعجز عنها العلم يعني إذن الموسيقى بتأثر فيه اللي عملت تجربة دي ناس في مصر خدت معلومة وراح اتطبقتها وطلعت بنتيجة لقوا أن الأطفال رسموا شكل الرسمة بتاعتهم هو شكل البح اللي هي كانت متألفة ساعتها في رحلة السندبات رحلة بحرية بتاعت السندبات طيب ده كلام جميل جدا طيب يا طرى بقى بتأثر في الرياضة احنا بنتكلم بقى الانسان بتأثر فيه ازاي هي بتأثر في الرياضة يعني اللي بيلعب لعبة رياضية بتأثر معا آه طبعا بتأثر معا الكلام ده عايزينه عملي مش موضوع جمه وخلاص لا عملي عملي فيه جامعة أهايو الأمريكية جابوا فريقين الفريقين دول بيجروا جامعة عدقية يعني فريق سمعوا موسيقى وفريق تاني ما سمعش موسيقى وبدوا بقى هم يجروا الناس اللي سمعت موسيقى عملها مستمرة الناس اللي ما سمعتش موسيقى الناس دي تعبت قبل الناس اللي سمعت الموسيقى طب يا طرى يا عملت ايه بقى الموسيقى الموسيقى خلت الغدة او خلت الهرمون الاندروفين ده هرمون مسكن بتساعد الجسم انه هو يفرزه فالجسم بيفرز الاندروفين فلما يفرز الاندروفين بيقلل الشعور بالتعب والألم يبقى الموسيقى بص بتعمل ايه في البن أدم يبقى بتأثر في البن أدم وما ما تأثرش يبقى احنا قولنا أسرت في النبات شوف نحن الكوسة ايه اللي بقرالها والراجل طبق الكلام ده في فرنسا وايه اللي حصل وأسرت في الحيوان شوف اللبن النازل وقيادة الغزال والجمل وأسرت في الإنسان برضو في الرياضة طيب لو انا جيت سماعة الجنين في بطن قوم موسيقى ده هيأثر عليه انه هو ينطق لو هو متأخر هينطق الكلام ده أو مانا صح هتساعده انه هو يتكلم وهتعالج التوحد برضو عنه طيب فيه هرمون بقى اسمه السيروتونين ده هرمون السعادر ده بيعالج ايه بقى هرمون ده بيعالج الكئابة والصداع النصفي وقلة النوم يحضرنا هنا بقى شخص مصري وهو صديق يعني بس مش اقدر اقول اسمه كان عنده مشكلة شوية وكان عنده كئابة وكان بياخد علاج للكئابة وكده يعني ساعده شوية علاج بس ببقاش ينام خالص اللي لازم ياخد يعني علاج عشان ينام مش عارف ينام خالص بدون علاج ايه اللي خلى ده يحصل عنده انه خد الادوية بتاعت الكئابة ديت ادوية برشام وحاجات من دي وكابسول وكده دي اصارت معاه ضيعت منه النوم لو كان هو استخدمه الموسيقى لانه بتساعد على افراز هرمون السيروتونين كان اقلل معاه الكئابة وكان عالج المضوع ده بدون ما يخش في الادوية اللي ان هي مؤزية جدا وده موجود فعلا بس بش قدروا اسمه طيب يبا احنا قلنا هرمون الاندروفين الرياضيين لما بيسمع الموسيقى بيتفرز برضو الهرمون ده لو فيه مثلا سيدة يعني عملية عملية ولادة قيصرية بتطلع منها بتاخد مروفيل ده مسكن قوي جدا وجدول حتى كمان بتاخد لها مثلا تلات اربع حقن مثلا بشدة الالم بتاع الولادة ممكن لو هي سمعت نوع معين من الموسيقى من الموسيقى هي مش هيلغي خالص الالم دوت لأ هي هتساعد وهتقلل يعني لو بيتاخد اربع حقن عشان يضيع الالم او يسكن الالم ممكن يبقوا تلاتة طب الربعة دي هطحت فين الربعة دي خلت الجسم لو شغلته موسيقى هو يفرز بنفسه الاندروفيد فيعمل عملية تسكيل يعني بتقلل استخدام الادوية يعني عامل مساعد ما هواش رئيسي هي مساعد وطبعا عندك في عادية الاسنان زي ما قلنا في اول الحلقة طبيب الاسنان كل شوية بقى بيشتغل ففيه قلم طب انا عاوز بقى المريض اخليه راكس شوية فبشغله موسيقى وطبعا فيه ناس في مصر بيعملوا الكلام ده فيه اطباق جلدية برضو بيعملوا الكلام ده يعني احنا مش عايزين نقول برضو اسماء وفيه غرفة العمليات اطباق برضو بيشغلوا برضو موسيقى بيهدوا الاعصاب هم عارفين هم بيعملوا علم دوت ليه لان مش علم هباء يعني طيب فيه حد هنا بقى يعني بيعمل علاق طبيعي فحب يقولك تبا انا ما دخل بقى معي الموسيق للجماعة اللي هم يعني ايه قليلين الحركة او عندهم تشطط حركة او عندهم اصابات اعاقة مثلا معينة بتقدر تساعد الموسيقى ان هم يخفوا منا او يتعالجوا منا انا حبيت اجيب فيديو يكون في مصر هنا موجود هورهولكو واسف برضو على الكوالتي انا كنت ممكن اجيب فيديو تاني كوالتي عالي بس مش في مصر لأنا حابب في مصر عاوزك انت تعمل زي ما الناس دي بتعمل يعني نستعزب بقى كنترول يجب دينا فيديو لجلسة علاق طبيعي بوسطة الموسيقى عاوزينه يقدر هو يعني يتحكم في ايده وفي رجله بص الدكتورة طبيبة قاعدة هي بتعزف له الموسيقى امامته قاعدة معا وبتغني ليه مع الموزيك جلسة مع التانية مع التالتة وهكذا طبعا الموضوع ده محتاج طول بال شوية هقدر انا بعد كده اخليه يقدر يعمل يتحكم في حركته او يتحكم في اطرافه يتحكم في ايده وتحكم في رجله طبعا هو مش عارف خالص ولا اتحكم ايد ولا اتحكم رجله اهو بتعمله تمام وبتعب بقى يا ده غني انقاسف لكوالت الصوت اه مش موجود بس انا حابب حد في مصر عامل الكلام دوت موجود معنا ماشي يا جبعة نطلع فاصل ونجيب معنا ضيف جميل يبديني باشواك موزيك بقى يعني رطب علينا كده ان نوحك داخل متحمش شوية نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله اشتركوا في القناة